السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية سأكون معكم الدكتور محمد صفحي وزميل الدكتور محمود رمضان عزام السيد رح نتناول في هذه المحاضرة أساليب التوجه والحركة مع نهاية هذه المحاضرة نتوقع من الطالب أن يتعرف على أساليب التوجه والحركة يتعرف على مهارات القائد المبصر يتعرف على خطوات كل مهارة من مهارات القائد المبصر وأيضا يتقن مهارات القائد المبصر من خلال التدريب العملي ومن خلال مشاهدة الفيديوهات المسجلة في هذا المقرر رح نتحدث أولا عن أساليب التوجه والحركة تتنوع أساليب التوجه والحركة فمنها القائد المبصر الكلاب المرشدة الجياد المرشدة والأجهزة الحديثة والعصى البيضاء في هذا المقرر رح نركز على أسلوبين من هذه الأساليب وهي القائد المبصر ومهارات القائد المبصر وأيضا العصى البيضاء ومهاراتها أيضا سنقدم نبدأ عن الكلاب المرشدة والجياد المرشدة والأجهزة الحديثة رح نبدأ بمهارة القائد المبصر التي تعد من أكثر طرق شيوعا في العالم العربي وفي العالم حيث يقوم شخص مبصر بقيادة الشخص الكفيف ويلجأ الكفيف إلى ذلك حتى يتنقل بشكل مريح وآمن القائد المبصر بالنسبة للكفيف هنا هو العينين اللي يتنقل فيها بأريحية داخل البيئة للقائد المبصر عدد مهارات أولها الاستئذان وهي قبول أو رفع المساعدة المقدمة كذلك السير مع القائد المبصر تحديد مكان القائد المبصر الدوران الكلي والنصفي تغيير الاتجاه المرور عبر الممرات الضيقة صعود وهبوط السلم أو الدرج مع القائد المبصر السير عند الأبواب المغلقة والمفتوحة الجلوس على المقعد والكرسي والكنبة أو المائدة تحديد مكان القائد المبصر أو المرشيد المبصر في البداية على القائد المبصر أن يسأل نفسه هل الشخص الكفيف يرغب في المساعدة أم لا اللي هي عملية الاستئذان المهارة الأساسية في عملية قبول الشخص الكفيف للمساعدة من القائد المبصر فإذا وجد قبولاً عليه اتباع الآتي أن يكون مباشراً ويتحدث بنغمة طبيعية فهذا يساعد المعاق بصرياً أو الكفيف على تحديد موقع القائد ويطلب منه بوساطة هل يمكنني مساعدتك؟ أو هل تحتاج المساعدة؟ أيضاً عند الإجابة بنعم فلا تقم بجذب يد الكفيف بشدة لأنه لا يتوقع حركاتك كونه لا يشوفك كذلك لابد لك قائد مبصر من لمس يد الكفيف عند أرضك المساعدة له إذا سحب يده فمعناته رفض المساعدة وإذا مسك بيدك معناته متقبل للمساعدة عندئذ قم بالسماح له بأن يأخذ ذراعك ووضح له اليد هل هي اليمنى أو اليسرى كما قد تكون الحالة وسيعرف حينئذ أخذ ذراعك لذا يسجيب إلى حركتك عندما يمسك الشخص الكفيف بيد القائد المبصر فهو بذلك يحتاج المساعدة السير مع القائد المبصر يتطلب القائد المبصر من الكفيف أن يضع راحة اليد اليمنى له على المرفق الآيزر ويمسك بمرفقه بحيث يصبح أصبح إبهام الكفيف إلى الجهة الخارجية وبقية الأصابع إلى الجهة الداخلية مثل الحرف U ستكون مسكة اليد بهذا الشكل ليد القائد المبصر يطلب القائد المبصر من الكفيف أن يتراجع إلى خلط ذراعه حتى تشكل يده القابضة الزاوية مقدارها 90 تكون هذه اليد وهذا مرفق الكفيف وهذا بيكون القائد وهنا بيكون الكفيف مقدار الزاوية 90 يرعى أن الطفل الذي يقل قوله عن أربع أقدام أو عن 120 سانتي في العادة يقبض على معصم القائد المبصر أما الطلاب الأطول من أربع أقدام فهم يقبضون على الجزء العلو من الذراع كما في الصورة درب الكفيف أن يقبض على ذراع القائد المبصر بعيداً عن الجزء والأربعة أصابع الأخرى تكون مولقة حول ذراع القائد المبصر درب الكفيف أيضاً أن يواجه نفس اتجاه القائد المبصر وأن يكون على خط موازن للقائد أثناء الحركة درب الكفيف على أن يحافظ على المسافة بينه وبين القائد المبصر بمقدار ما يقرب من نصف خطوة خلف القائد وهذه المسافة تقلل لاحتمال حدوث الاستدام بين الكفيف والقائد المبصر مهارة تغيير الاتجاه بداية يجب التأكد من أن الكفيف يدرك أن هذا التغيير يجب أن يتم بطريقة سلسة في تغيير الاتجاه بداية يجب التأكد من أن الكفيف يدرك أن هذا التغيير يجب أن يتم بطريقة سلسة سواء من جانبه أو من جانب القائد المبصر وأن هذا التغيير يتم بإحدى الطريقتين وهما إما الطريقة الأولى ينقل الكفيف يده الطليقة إلى أعلى دراع القائد المبصر ولكنه لا يتخذ وضع القبض يختل كفيف بمحاذاة ظهر القائد المبصر حتى تصل الذراع يمر طبعاً اليد على ظهر القائد المبصر حتى تصل الذراع حتى تصل اليد للذراع الأخرى للقائد المبصر ويقبض عليها بيده الطليقة ويحرر يده القابضة أصلاً بذلك يكون قد تم تغيير وضع قبضة اليد راح تشوف في الفيديو كيف تتمنع عملية تغيير الاتجاه الاتجاه ترجمة نانسي قد تشوف في الفيديو ترجمة نانسي قبضة طريقة ثانية ينقل الكافي في يده الطليقة إلى أعلى ذراع القائد المبصر ويتخذ وضع قبضة اليد يحرر الكافي في يده القابض أصلا ويخطو بمحاضة ظهر القائد المبصر إلى أن يصل إلى الذراع الأخرى للقائد ويقبض عليها يتخذ الكافي في وضع القبض على الجهة الجديدة وبهذا يكون قد تم تغيير وضع قبضة اليد راح تجيب في الفيديو الذي يوضح هذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر